في كتابكم أساسيات في نظام الحكم الإسلامي ذكرتم الحرية أولا وأكدتم على مبدأ الحرية نعم أنا يعني أنا أترحم هنا على الشيخ الطاهر بن عاشور أتحدث عن قضية الحرية وجعلها مقصدا من مقاصد الشريعة نحن نعرف المقاصد الشريعة الأساسية الكبرى خمسة حفظ النفس والدين هو قال هناك مقصد السادس هو مقصد الحرية لأن الشارع هذه القائدة الفقهية متشوف إلى الحرية من خلال تحرير من خلال الاعتماد على الضمير من خلال مقاومة الإكراه من خلال عدم إجبار الناس على شيء في معتقداتهم يعني الشارع الحكيم المشرع سبحانه وتعالى متشوف إلى الحرية يعني يدفع في اتجاه الحرية وبالتالي يقول الطاهر بن عاشور أن الحرية هي المقصد السادس من مقاصد الشريعة وهذه نقلة فكرية منه رحمه الله تسجل له ويجدها إن شاء الله في ميزان حسناته نعم إذا كانت نحن تصرفات المكرهة غير معتبرة يعني واحد عم يصلي غصبا عنه هذا لا تكتب له صلاة واحد تصدق غصبا عنه لا تكتب واحد أجرى عقدا تحت تهديد السلاح راح أثبت أمام القاضي أن فلان اشترى مني هذا البيت تحت تهديد السلاح عقد باطل طيب هذا عقد باطل